تحركات على جميع الاتجاهات تشير لأن الأزمة اليمنية في طريقها لتصبح أكثر سخونة في مرحلتها القادمة الصرع على الساحل الغربي يوسك وأن يتحول إلى حرب أخرى داخل الحرب اليمنية في عامها الثالث في الرياض كان الرئيس هادي يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والشرق الأدنى وهو اللقاء الذي كان مليئا بعبارات الثناء وتأكيد التوافق بخصوص التهديدات التي تواجهها اليمن في هذه المرحلة وسط تأكيد أمريكي على ضرورة وضع حد لهذه التهديدات وفي مقدمتها تدخل الإيراني وأدواته في المنطقة يأتي هذا في حين يصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيسي للرياض في أول زيارة له للمنطقة والملف اليمني على رأس أجندة المباحثات التي سيجريها في هذه الزيارة وسط تأكيدات تشير لأن الولايات المتحدة تبحث تعميق دورها في الأزمة اليمنية من خلال تقديم مساعدة مباشرة على نحو أكبر لحلفائها الخليجيين الذين يدعمون الحكومة الشرية في اليمن ماتيسي يزور أيضا قاعدة عسكرية أمريكية في جبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والتي تنطلق منها العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن والصومال وهي إشارة مربما تعزز مؤشرات الدور الأمريكية المرتقب خلال المرحلة القادمة من عمر الأزمة اليمنية الرد الإيراني جاء هذه المرة من صلعاء خلال لقاء وزير خارجية الإنقلابيين مع القائم بأعمال استفارة الإيرانية والذي أكد أن التصعيد العسكري في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب سيؤدي لتهديد السلم والأمن الدوليين وحركة الملاحة الدولية حسب قوله يأتي هذا في حين تحركت قطعات عسكرية إيرانية قبل يومين للتمركز في خليج عدن في إجراء قالت السلطات الإيرانية أنه روتيني ويأتي في إطار تأمين خطوط الملاحة الدولية وحماية السفن الإيرانية لكنه قد يكون تلميحا إيرانيا لأن ما يحدث في هذه المنطقة يعنيها بشكل مباشر